اشتركوا في القناة تجارة الآخرة بتجارة الدنيا في موضوع الخسارة فقال هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أي من كانت لهم الخيبة والخسار مع أنهم عندهم أعمال ثم قال هم الذين ظل سعيهم الذين ظل سعيهم أي أنهم قد أدوا أعمالا في الدنيا ولكن ذلك العمل وذلك السعي لا ينتفعون به في الآخرة فهو بمثابة التائه الذي يكون في الصحراء لا يجد سبيلا إلى معرفة الطريق الذي تحصل به نجاته ولذا قال ظل سعيهم أي ضاع وفقد سعيهم أي عملهم وما يؤدونه من أمور دنيوية في الحياة الدنيا أي أنهم لم يستفيدوا منها في الآخرة وهم يحسبون أي يظنون ويعتقدون أن عملهم سينفعهم في الآخرة وأنهم قد أحسنوا أي أحسنوا صنعا أي أدوا عملا صالحا ينفعهم وهذا فيه تحذير للعباد من أن تكون إرادتهم بأعمالهم الدنيا فقط فإن بعض الناس قد يؤدي عبادات صالحة لكنه لا يقصد بها الدار الآخرة وبالتالي لا ينال بها أجرا كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون